خلينا نبص على الشاشة هنلاقي هيعرض لنا دلوقتي الإزازة بتاعت أبو جبل وخلينا نعرف بقى منك أكتر كواليس الإزازة دي يعني عرفنا أنه بيكتف فيها كل لعيب من الكاميران بيحب يشوت فين فده ده 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 نوع من أنواع الاكتهاد اكتهاد يعني فكر برس تندوق وذاكر وعمل اللي عليه وزيادة وهزيد على حالك كمان ده ده في علم الكرة الجديدة ده شغل بقى محللين أداء يعني كنا احنا فيه لقطة مبارح من الدرج على المدرج ميستر كروش السماعات في وديه هل دي الحضر يؤل أبو جبل لا كمان أقول له حالك أكبر كمان فيه محللين أداء بيبقوا عدين فوق في المدرج وقدام اللاب توب والشغل ده في البيعثة بتاعت المنطقة اه طبعا فيه اتنين محللين أداء واحد مصري كابتن محمود سيديم وواحد مصاحب لميستر كروش بيبقى يعد ده دوره بقى بيبقى عارف مثلا هنلاعب النهارده المنتخب السنغالي المباراة اللي جاي بيقعد يحضر المنتخب السنغالي وبيقدم تقارير لكابتن أصام الحضري والميستر كروش التقارير بقى بتبقى عبارة عن الكلام ده المساددين للضربة الجزاء بالنسبة 70-80% هيسدد بالشكل ده الاسلوب بتاعه فهو ده اللي بيحصل فبيوديه كابتن أصام وكابتن أصام بيشتغل على الكلام ده فهي منظومة بتكمل بعض فكابتن أصام اشتغل على الأوراق أو اشتغل على الكلام اللي جابهوه لمحالين أداء بشكل كواس جدا قدر يوصل حراس مرماء لمستوى عليه جدا من الكفاءة الراجل ما كانش عنده أدنى شك ولا أدنى ثقة في محمد صبح المباراة اللي فاتت ما كانش الآن واقف على الخط أبو جبل اتصاب طلع على طول أبو جبل ونزل محمد صبح كان عنده في الحقيقة يشرف كل المصريين وأداءهم كان أكتر من مشرف وبطولي في وقت إحنا كنا كلنا على عصابنا وكلنا كنا خايفين وهم عملوا اللي عليهم وزيدة في وسط ضغوطات كبيرة تحية كبيرة وألف مبروك لمنتخبنا الوطني وإن شاء الله التمنع بتاعتنا وإن شاء الله ملوك أفريقيا